اشتركوا في القناة المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله لكافة الجهود المبذولة من اجل تعزيز صحة وسلامة الجميع بروح فريق البحرين الواحد مشيدا بالجهود الكبيرة لكافة منتسبية القطاع الصحي في البحرين والذين ساهموا في تحقيق المملكة لأعلى مؤشرات التعافي على المستوى العالمي هذا وتضمنت الزيارة للطلاع على عدد من مرافق المجمع للاطمئنان على سير تقديم الخدمات الصحية ولطلاع على آخر التطورات في علاج المرضى عموما والحالات القائمة لفيروس كورونا خصوصا كما قام رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة تفقدية للمخازن المركزية ومخازن مجمع السلمانية الطبي حيث تم الوقوف على آليات توفير الأدوية ومسارات تعزيز حوكمتها مؤكدا أهمية توافر كافة الأدوية وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتغطية المخزون الدوائي بشكل مستدام في المملكة وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية والمواد الطبية ومن جانبها أشادت وزيرة الصحة بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة في تطوير المنظومة الصحية مؤكدة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على مختلف المستويات بما يحقق أهدافه المنشودة